الزمالك أنا سيبت الزمالك بعد الإسماعيلي ندي الأول لفايز حقه زي ما أنتم متعودين معي الزمالك كما بصيت على تشكيلة ناتي الزمالك أول ما شفناها يعني أول ما جاتنا قبل ما المباراة تبدأ ما فهمتش هو أسوري عايز يلعب إزايش قلت طب خلينا نشوف المباراة لعل وعسى نفهم هو عايز يلعب إزاي بدأت المباراة مش عارف هو عايز يلعب إزاي أنا كريم مش عارف اللي جنبي مش عارف جمهور الزمالك مش عارف قلنا مع الوقت مع الدقائق ممكن نفهم هو عايز يوصل لإيه مفيش ما حصلش نصيب ما فهمناش طيب أول لقطة وأول تعليق لقيت حسام عبد المييد في وسط الملعب ليه ليه سوريو مدرب سيبي محترم بس ليه حسام عبد المييد في وسط الملعب مهما كانت الظروف ليه حسام عبد المييد في وسط الملعب خاصة أن حسام مثلا مش من المدافعين اللي بيطلعوا عنده كورة حلوة مثلا من منطقة دفاعية فنقول مثلا إيه ده ينفع يلعب في نص الملعب يا محمد عبدالغاني لما لعبها شوية شوية عنده كورة حسام ما عندهش ده حسام مدافع طويل وأهم مميزاته هي الكرات العرضية الهوائية في وسط الملعب أنت محتاج اللاعب أكثر مرونة ليه أنا عارف و أنا بتكلم معه كده بفاق ليه طيب الراجل المرة اللي فاتت سوريو لما دخل حمزة المسلوسي وكأنه صانع لعاب في تشكية مباراة الزمالك وبروكسي طلع وقال ما هو بيب جورديولا بيعمل كده مع وكر ويورجان كلوب بيعمل كده مع أرنولد طيب النهاردة هو عمل مع حساب عبد المجيد اللي بيعمله برضو بيب جورديولا مع ستونز لما بيلعبه ساعات في نص الملعب ستونز مدافع السيتي لما بيلعبه في نص الملعب يا فندم أنت ممكن تبقى مدرب كبير وعبكري ورائع وكل شيء تعامل مع إمكانياتك أنا جاي لك من الماضي وبقول لك اللعيفة دي مش لعبة الزمالك اللعيفة اللي في مصر تخد اللي أكتر كثير من اللعيبة اللي في أوروبا ما يقدروش يعملوا اللي بيعملوا بيب جورديولا مع لعبة منشستر سيتي يعني مش بقولك مثلا إيه أنه الطرق اللي بيعملها بيب جورديولا دي ما تنفعش بس معنا احنا كلعبين مصريين لأ ده كتير من فرق أوروبا بتحاول تستنسخها وبتعرفش ما عندهاش الإمكانيات وفرق أوروبية كبيرة مع كامل الاحترام والله وليس تقليلا منهم ليه بتفكر ليه شايف حمزة المسلوسي ووكر أو أرنلد وليه شايف حسام عبد المجيد ستونز هم نفسه يعني لو سألتمه يقولك لا طبعا احنا بعد عن الأسماء دي الأسماء دي كبيرة وعندها خبرات ولعبة في أوروبا وبتعرفش فيها أنا لا أقصد التقليل منهم ولا من أي لعب في مصر بس هي قدرات يعني مثلا مثلا يعني مين في مصر زي محمد صلاح في الدولة المصري مؤكد ما فيش بسيطة يعني ده أسباب كثيرة يعني أسباب فنية ومهارية وتدريبات واحتهاكات وحاجات كثيرة أو شي ليه فيه أفوارة في التفكير طيب دي نقطة نقطة تانية أنا لو مدرب وكبير وبستلم فرقة تعاني بقالها فترة تعاني بقالها فترة ما أحاولش أعمل ثورة في التشكيل وثورة في طرق اللعب لأ أحاول أحسن سنة 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 إذا كان أنا أصلا أنا كلاعب متوتر جدا ومضطرب جدا وقلان جدا ومضغوط جدا فمش قادر كما أنا أفكر في حاجات عبقرية من اللي أنت عايزها مش إيه مش هعرف والدليل والدليل اللقطة بتاعت أشرف روقة النهاردة يا جماعة اللقطة بتاعت محمد أشرف روقة في الهدف اللي جابه في مرماه هي لقطة واحد مش شايف مش مركز مضغوط متوتر جدا عنده مش يعني ده حال الفرقة كلها مش حال محمد أشرف هي جاد فمحمد أشرف روقة يعني الراجل اللي كان بيتهاجم المطش اللي فات من الجمهور ودخل في اشتباك مع الجمهور أو اشتباك لفزي مع الجمهور وحالته أصلا يعني فيها كل الضغوط اللي في الدنيا فتيجي فيه هو كمان النهاردة ده محمد أشرف روقة دي اللقطة دي طيب أنا هوريك لقطة دلوقتي بعد اللقطة دي يعني إيه ده ده بيشوت ده بيشوت هو الأحسن مهاجم حتى تطلعته كرة غريبة يعني هو عايز يطلع كرة طبعا أكيد مش هيطلع يعني يعني بقولك واحد من أغرب الأهداف اللي شفتها اللعب يدخلها في مرماء بس عشان مش هو لعب سيء لأ عشان هو لعب مش جاهز زهنيا زيه زيحال كل لعب نادي الزمالك لكل الظروف اللي انتو عارفنا تمام هاتلي بقى اللقطة بتاعة دي زيزو أحمد مصطفى زيزو نجيب بس أجيب اللقطة وبعد كده أتكلم معاكم خلاص دي خلصنا أهي بص بقى شايفين الراجل هناك ده أيوة شايفين أحمد مصطفى زيزو بيدي الفول لمين لمصطفى شربي اللي واقف بره بعد إصابة مستني إذن إنه يخش الملعب بواقف بره الخط فزيزو مش واخد باله إن الراجل بره الملعب أصلا فبيبصله الكورة دي الحالة دي الحالة اللي عليها الفرقة يعني طبعا أنا لومت كثيرا أسوريو على الطريقة أو على التشكيل وها بس برضو اللعيبة خارج الخدمة كلها ده زيزو أهم اللعب في الفريق بيدي الكورة اللي واحد يواقف بره هل ده معناه إن يزيزو ما بيعافش يباصي هو مستني إذن يقوله أنا بره هل ده معناه إن يزيزو مثلا ما بيعافش يلعب أحسن لعب في مصر المسلمين اللي فاتوا ده هل ده يعني ده معناه لأ بس حالة الزهنية مش في حالة جيدة خالص وبالتالي وإنت عندك لعيبة في الحالة دي ما تجوتش ما تجوتش في رأي يقولك طبعا مش يا زماك لما كان بيعافش أربعة ثلاثة ثلاثة كان بيتغلب لما كان بيعافش أربعة ثلاثة كان بيتغلب لما كان بيعافش أربعة ثلاثة ثلاثة واحد كان بيتغلب لما لعبة أربعة أربعة ثلاثة كان بيتغلب ما تسيبه يغير معاك كده مع الدنيا بايزة لأ يحسن يحسن في السوابت لكن ما تعملش ثورة تكتكية وفنية فجأة لفريق أصلاً لا جاهز ذهنياً ولا جاهز فنياً ولا عنده السقة أنه يغير ولا أي حاجة بعدين ليه شكبالة في وسط الملعب ليه شكبالة يلعب في مركز تمانية ليه زيزه يلعب في مركز تمانية وزيزه أحسن لعب في مصر وهو عالجناح ليه ليه حسن عبد المجيد في وسط الملعب ليه حاجات غريبة جداً يعني أنا احترم المدرب اللي عنده بصمة حلو صاحبي وكفاية زي ما أنا بحترم جداً مارسل كولر عنده بصمة في بعض اللاعبين وبعض الطرق بصمة واضحة يعني بس بحدود بحدود مش بأفوارة ده بيب جورديولا جماعة بيب جورديولا نفسه مش بيب جورديولا نفسه يتهم كثيراً أنه عنده أوفر كوتشنج وبيبالغ وبيأفور في طرق اللعبة أو في التغييرات أو في التشكيلات بيب جورديولا يعني ده كان الوضع بالنسبة لأداء سوريو النهاردة في المبارغ